الأميرة فوزية المولودة بعد الملك فاروق بسنة يوم الخامس من نوفمبر عام 1921 وصفها شارلد جول في مذكراته بالمرأة التي ترك الرب توقيعه عليها وقال عنها رئيس الوزراء البريطاني وينستونت شرشل امرأة صاحبة جمال نادر غامض يجبرك على أن تتماعن فيه بلا ملل ولا كلل إنها منحوتة فائقة الجمال وقال عنها رضا بهلوي شاه إيران ووالد زوجها عندما أردنا البحث لولي العهد عن زوجة زودنا صفراء إيران في دول العالم بصور لأميرات ونبيلات وأرستقراطيات من شتى بقاع الأرض ولكننا ذهلنا عندما رأينا صور الأميرة المصرية فوزية شقيقة الملك فاروق من جمالها المبهر فكنت أنا ووالدة ولي العهد ننظر لصورها مطولا ولا نمل من النظر إليها ونتساءل فيما بيننا معقول هل يوجد هذا الجمال فعلا على أرض الواقع؟ تزوجت فوزية شاه إيران محمد ريدا بهلوي وكان الزفاف الأسطوري في القاهرة يوم الخامس عشر من مارس عام 1939 ارتدت فيه العروس حليا من تصميم الصائغ الفرنسي الشهير فان كليف واختارت الملكة نازل الأم لنفسها تاجا مرصعا بسبعمائة وتسعة عشر ألماسة سار موكب العروسين من القصر إلى سرادق الزفاف مؤلفا من عشرين فتاة يحملن الورود ومتوجات الرؤوس بملابس بيضاء وغنت بالحفل أم قلسوم نشيد الزفة مبروك لسموها وسموه الذي ألفه خصيصا الشاعر بديع خيري ولحنه رياض الصنباطي ورقصت بالزفاف أشهر راقصة في مصر وقتها بديع مصابني بصحبة ست من زميلاتها وتلاه حفل آخر بطهران لا يقل فخامة عن نظيره المصري يوم السامن عشر من إبريل وأضاءة الألعاب النارية سماء العاصمة الإيرانية وأقيم استعراض عسكري لجنود مصريين ومارينس من فرنسا وموشات من بريطانيا وكذلك جنود أتراك وألمان من إيطاليا عاشت فوزية حياتها ملكة وأنجبت ابنتها شهناس وذاع صيتها إلى أن بلغت الملك فاروق أنباء أن فوزية تعيسة في زواجها فقرر إعادتها إلى مصر فوقع الطلاق وتسبب ذلك في توتر في العلاقات السياسية بين القاهرة وطهران لم ينتهي إلا بعد أن أزاحت ثورة يوليو عام 1952 الملك فاروق كآخر ملوك حكم مصر فعليا من أسرة محمد علي عادت فوزية إلى مصر وكان أخوها الملك فاروق ما زال متربعا على العرش ثم تزوجت من إسماعيل شيرين آخر وزير للحربية في عهد الملك وأنجبت من زواجها الثاني حسين ونادية وتوفي إسماعيل شيرين في الرابع عشر من يونيو عام 1994 وظلت الأميرة فوزية أو الإمبراطورة السابقة تعيش في منزلها في حيث سموح بالإسكندرية حتى الثاني من يوليو عام 2013 حيث أغمضت عينيها للمفارقة صمي شارع باسمها في القاهرة في منطقة المعادي حيث كانت تعيش لكن تم تغييره بعد ثورة يوليو عام 1952 بينما بقي اسم مدينة كاملة سميت باسمها فوز أباد مع انتهاء حكم الشاه وقيام الثورة الإسلامية من دون تغيير